موضوع مرتبط بثلاث قضايا قضية الأولى تبعتها كنا نتحدث عليها أخونا أمير قبل أربعة أيام وهي هذه الوثائق هذه الوثائق السرية بفضل أحرار من قلب العلبة السوداء للجنرالات أخرجها الأحرار وأنا كنت علقت عليها في اللايف السابق بكل تأكيد اللي كانوا تابعوني كانوا عارفين الموضوع لكن خلينا نلخصه ربما لإخواننا اللي ما عندهمش فكرة على الموضوع أو ما كانواش تابعوني يومها الخلاصة طبعا أيضا الناس ممكن تستفيد من اللايف اللي كانت تكلم عليه أمير يومها وربما بنوع من التفصيل الخلاصة أن الأمين العام لوزارة الدفاع الأمين العام لوزارة الدفاع هذا اللي يسموه عبد الحميد غريس المفروض هو الآن في غياب وزير الدفاع المفروض هو رأس الجيش على الأقل فيما يتعلق بالشؤون الإدارية وكل الشؤون خارج الشؤون العملتية العملتية يرأسها الأوبراسيونيلي يعني يرأسها قائد الأركان والقضايا الأخرى تعود لعبد الحميد غريس عبد الحميد غريس هذا لا اليوم هو في الحقيقة شينغريحام متربب عليه يعني حاب ديره تحت رجله المهم يبقى في الحالة هذه ثاني شخص في الجيش هذا عبد الحميد غريس كتب رسالة وطلب أن يكون هناك اجتماع عاجل تمثل مختلف القطاعات داخل الجيش جهاز أمني الأجهزة العملتية الأجهزة قوات برية المستخدمين المصالح المالية الاجتماعية حرص الجمهوري الجميع لماذا؟ قالك لأن هناك قضية خطيرة وهي نزيف شديد يتعرض له الجيش الجزائري ولماذا الجيش الجزائري يتعرض لنزيف شديد؟ قالك لأن المتعاقدين لكونتراكتيال لم يعودوا لم يعودوا يجدوا عقودهم ليس فقط لم يعودوا يجدوا عقودهم لكونتراكتيال هذون يتعلقوا صف الجند جند صف الجند وصف الضباط اللي فوق صف الضباط يسموهم لزاكتيف أنا قلت المرة الماضية لزونقاجي تسمى حيانا لزونقاجي لكن تسمية الأكثر هي لزاكتيف أي العاملين موضوع العاملين هذا آخر لا نتكلم عنه سنتكلم عن هذا الموضوع موضوع المتعاقدين في الحقيقة حتى داخل هذه الأصناف فيهم لزاكتيف لكن الغالبية العظمى هما من المتقاعدين المشكلة في المتعاقدين عفوا المتعاقدين كان الأصل هو 15 سنة جاءوا في 2014 زادوا لهم من 15 سنة داروا هلهم 19 سنة فأغلبية العظمى أصيبوا بالنوع من الجنون وبدأت الناس اللي زرطي وبدأ الناس اللي يهرب وبدأ الناس اللي ما يرجعش وبدأ الناس اللي صح أصيب في عقله وبدأ الناس اللي يتمرد لأنهم قالوا نحن 15 سنة قضيناها وكاننا في الجحيم زادونا 4 سنوات وبدون إعلامنا وبدون موافقتنا ثم بدون حقوق إضافية بدون حقوق لأنه في نهاية 15 سنة المفروض أنك تضي رابال تضي بريم يساوي أقل شيء 12 شهر من الشهرية بمعنى تخدم 15 سنة وكانهم يخلصوك 16 يزيدون الكعام هذا العام كان أحياناً يوصل على حساب الناس على حساب الدرجات على حساب ما بين 70 مليون و 120 مليون في الغالب يعني في الغالب فقالوا لهم لا إلا تبقى 15 سنة فقط تخسر هذا العام الكثيرين كانوا باقيين أصلاً لهذا المبلغ فقط لماذا؟ كي يكمل 15 سنة يروح يدير كاش بيزنس كثير منهم يروح يدير سيارة طاكسي كلون بيستان يفتح محل صغير كي يكون عنده مشاكل يبني الدار يدير شيء بهذا المال قالوا لهم لا كي تددوا هذا المبلغ قليلاً نقوله في حدود 100 مليون بشكل أو بآخر كمعدل لازم تزيد 4 سنين بالنسبة للناس هذا يزيد 4 سنين وكأنه يزيد 40 سنة في الجحيم فالأغلبية رفضت ذلك وبدل نزيف لكن بدل ما يعالجوه بسرعة تأخروا وراحوا يديروا لجنة جيب لجنة جيب لجنة وكل المقترحات كانت فاشلة وصرات مفاوضات بينهم وبين الناس المعنيين ولم تأتي بنتيجة وكانوا في كثير من المرات يتعهدوا بأشياء ولا يوفون بهذه الأشياء فزاد النزيف إلى درجة أنه في بعض الأماكن كان يصل إلى حدود أن 80% من المتعاقدين غادروا إما هاربا إما مرضا إما اختفوا بدون ما معرفنا السبب وكي للأسف يصلوا حتى أنهم تحروا بما أن المتعاقدين هؤلاء هؤلاء يستند عليهم الجيش الجيش الحقيقي يعني المقاتل خاصة القوات البرية اللي هي تمثل 85% من الجيش الجزائري هو يستند على صف الجند وصف الضباط الضباط بدون جنود وبدون صف الضباط وبدون رقيب وبدون وش يدير الضابط ضبطي المفروض أنه هو يعني قائد لمجموعة أو لفارق إذا ما عندوش الجنود باش يقاتل فأصبحت القضية خطيرة جدا فزادوا واجتمعوا في هذا 30 مارس وقرروا إيجاد حلول فخرجت الوثائق هذه وفي هذه الوثائق إذن تثبت أن وضع الجيش الجزائري سيء وسيء جدا بكل أسف وألم وهذا اللي كنا نقول لهم عليه كنا نقول لهم أن ظلمكم لصف الجند ولصف الضباط وللذباط الصغار سيؤدي إلى كوارث داخل الجيش الناس تظهر من الجيش الناس تتمرد الناس تصافي عقولها الناس تجن الناس يعني كاين بعض الفيديوهات وربما بعضكم شافوها على كيفاش يدربوهم بالسب يعتقدوا أن التدريب هو السب يسبوا للإنسان أمه وباباه وكلام بذيء وكلام فاحش هذا هو التدريب يهي يدك العسكر يهي يدك العسكر يارك تقتل فيه المروءة وتقتل فيه الرجولة وتقتل فيه الشجاعة الجيش اللي تموت شجاعته باشي قاتل باشي قاتل إذا قتلت في الجيش هو باشي هما لماذا هما لأنه هتذكرها جيدا كانوا مالئين الكازيرنا بشعار الطاعة قوة الجيش الطاعة قوة الجيش وين تروح تلقاه وهذا الشعار خاصة أنا اكتشفتوا لما جاءت القوات الخاصة في حدث 5 أكتوبر 88 وعطاهم دي كونت مون في وين كنا نحن موجودين يعني في القرنزون داج فملؤها بهذه الطاعة قوة الجيش الطاعة قوة الجيش معناه تكون عبد عند الضابط والضابط عبد عند الضابط عند الضابط الأكبر منه والضابط الأكبر منه عبد عند الجنيرال عبودية الجيش لا تبنى بالعبودية آه نعم الطاعة مهمة داخل الجيش أساسيا لكن الطاعة بالمعروف الطاعة بالقانون يعني يعني يطيعك فيما هو قانون فيما هو قانون انتم ما درتوا القانون هذا لكن هم يخرجوا على القانون هل في القانون الجزائر إنما قانونك سب الناس بمواتهم ببياتهم إلى درجة أن بعض الجنود انتحروا أو قتلوا تحت الضغط الرهيب وتحت يصاب بديبريسيا هل القانون قال لك أسرق أكل الجند أمس يحدثني أحد الأفاضل قال لي بعض بعض الضباط راحوا للجنود وصف الضباط قال له ما نشنك وراك تريكلامي يعني يعني يكون كوموندون كازيرنا معين يعني قائد كورونال حسب الأماكن وحسب الفرق وحسب أو حسب الكتائب أو قال لهم ويكونوا شدكم ورحوا لدياركم ويكونوا في دياركم بمعنى ما عليش ما تجيش ورحوا في داركم ويكون في داركم لماذا باش هو يسرق الكوزينة هذا كان مقدم معهم خاطر شيكين واحد آخرين يدخلوا عليهم بالسب وبالشتم وبالضرب إذا اعترضوا أننا نأكل سانك سانك كل يوم إذا اعترضوا أن المارحة الماجاة من السيترنات مصدية إذا اعترضوا أننا معكم تعطونا في الأدوية وإحنانا مرضى إذا اعترضوا على أي شيء كاين اللي يضرب إلى غاية أنه ممكن يفقد عينه أو يفقد يده وكاين الناس اللي تحت الضرب ماتوا هذه عبودية هذه من سنوات طويلة أنا شخصيا نقول لكم احذروا لأن الجيش هذا رهم عباد رهم بشر والتعامل معهم لازم يكون قبل كل شيء تعامل إنساني فما بالك أننا نفروض في بلادهم وفي وطنهم وهما اللي يدافع على هذا البلاد لازم يكون التعامل بالكرامة الإنسانية بالاعتزاز آه الاعتزاز يجي في الكلمات الفخمة والضخمة تقال لكن في التعامل هناك تعامل لأسياد مع العبيد هذه الحقيقة وبالحقيقة احنا إذن نذكركم ونقول لكم قبل ما نفوت الأوان لأنها كنتم هذه الوثيقة كارثية عليكم لأنها من خلالكم أنتم تعترفون إلى الحد تعالى نزيف داخل الجيش فيروحوا لكم المتعاقدين خلاص حتى حتى ليس بالكفاية وحتى ليس بالكفاية الحقيقة رأوا معانهم أيضا معاناة شديدة كثيرات والله من نساء لزاكتيف أو من أمهاتهم أو من أخوانهم أو من أبائهم اللي يكتبوني ويحدثوني على أشياء مريرة مرات ما نحبش ما نقدرش نقولها وما نحبش نقولها يعني باش منزيدش نمس في كرامة الناس موضوع لبيرميسيو هذا مهم جدا يا يا شنغريحة ومن معه من كمشة الجنرالات لا يعقل أن الناس تبقى مرمية في الجنوب والآن ثلثي الجيش في الجنوب الحدود الليبية الحدود مع النيجر الحدود مع مالي الحدود مع المغرب الحدود هذه كلها سحاري إذا استثنينا شوية لشمال مع المغرب ولا شمال مع تونس ثلثي الجيش راح في الصحراء الصحراء صعيبة مش سهلة بيرميسيو المفروض ما تفوتش كثير من شهرين يأخذ شهر وإذا قاعد ربع شهور يأخذ شهرين يرتاح وربع شهور كثير خاصة الناس تخدم سبع أيام على سبع أيام الناس في التاكينات في الغالب الاستثناء أنهم يعطوهم نهار تعطلة استثناء حتى اللي يقولون المراجم في عطلة يقدر في أي لحظة يقولون عايي طولك في أي لحظة ممكن هاي دير راسم بلومو هاي دير هذي هاي